تعزيزات عسكرية لقيادة محور تعز تصل إلى جبهة الكدحة بريف تعز وتمكنت من خلالها من تحرير مواقع تلة الخزان ومنصنع والجنان كما لقي القيادي الميدان للميليشيا في الكدحة أبو علي الفيش مصرعه مع عدد من معاونيه واستهدفت قوات الشرعية منصة صواريخ كاتيوشا تابعة لميليشيا الانقلاب في مزرعة اليام وسائل الطنح بالقطاع الساحلي فيما تدور اجتباكات عنيفة في جبال الضويحة وعقار ومحيطها شمال معسكر خالد الهدف الآن هو السيطرة على هذا المعسكر الذي يتمتع بمكانه أهمية استراتيجية بالغة والآن تم السيطرة على الهامل ثم تقدمت قواتنا أيضا هناك وتم السيطرة على مدرسة أبو دقانة هذا المكان الذي كان فيه التجمع والحجز الكبير للعدو أما في مدينة تعز فعثر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على كميات كبيرة من المتفجرات في موقع الصوم على شمال المدينة بعد فشل تسل الميليشيا الانقلاب لتفجير أماكن عسكرية والذي رافق هجوما على معسكر الدفاع الجوي ووادي الزنوج ورافقت هجمات الميليشيا قصفا عشوائي على الأحياء السكنية مخلفة أضرارا مادية وبشرية أغنمنا العديد من العبوات الناسفة أكثر من 25 عبوات الناسفة من الحقب الكبير كانوا يحاولون تفجير الصومعة تفجير موقع الصومعة والتقدم إلى وادي الزنوج ولكن صديناهم ونحن لهم بالمراسة إن شاء الله وفي محاولة من ميليشيا الانقلاب منع وصول تعزيزات قوات الشرعية إلى الكدحة شنت الميليشيا هجوما في جبهة الشاقب الريفية مصحوبا بقصف عنيف على مواقع الجيش الوطني وعلى القرى المجاورة لكنها فشلت في هذه المحاولات استكمال تحرير القطاع الساحلي ومعسكر الدفاع الجوي سيجعله تعز تستعيد بعض وضعها الطبيعي التي فقدته منذ عامين من الحرب بلالة صبري الإخبارية من أمام معسكر الدفاع الجوي تعز